في تقديرنا كاتحاد أباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب نعتبر صدور رأي مجلس المنافسة فيما يتعلق بواقع المنافسة داخل التعليم الخصوصي هو خطوة ومكتسب مهم بالنسبة للأباء لأنه هو تقرير ترصد وتشرح الوضعية داخل القطع الخاص وبالتالي التقرير تناول مجموعة الجوانب وهي جد مهمة تقرير الله صدر مؤخرا وبالتالي أنه اتحاد الأباء ابعت رسالة للمجموع المكونات الأجهزة من مجلس إدارة الاتحاد من أجل إبداء الرأي وتفاعلهم حول ما ورده ضمن هذا التقرير ولكن نعتبر أن هذا التقرير هو تمرد جهود مشاركات لجميع الأباء حيث أنهم من خلال مرافعة الجادة والمسؤولة وأصوات الاحتجاجية لأباء الدعية إلى عقلنة واقع المنافسة داخل قطاع التعليم الخصوصي كان استجابة الفاعل السياسي من خلال تمتليته في المؤسسات الشريعية وضمنها لجنة التعليم والاتصال والتقافة والتربية داخل مجلس النواب اللي طلبت أن هذا الرأي يكون دي المجلس المنافسة حتى أنه يساعد في وضعه وتنزيل إجراءات وتدابير من شأنها أنها تستجب المطالب دي الأباء وأنه يتم الحفاظ على التعليم كخدمة عمومية تدبار أو فوضة تدبيرها لفاعلين داخل القطاع الخاص العموم أنه تقرير تناول واحد العدد دي الجوانيب منها الأراء دي المكونات لمنظومة التربوية وضمنها اتحاد الآباء دي كان حاضر يعني في الجلسات دي الاستماع وقدمنا واحد مجموعة دي المقترحات وجدناها كينة داخل تقرير فقط أنه لابد من الإشارة أننا حين نتحدث على التعليم الخصوصي وتنقول أنه يساهم في الاستثمار بواحد الغلاف مالي لهو كبير غير ذلك ممكن نقول مباشرة أن الأسر هي التي تستثمر وهي المورد الوحيد لتأمين هذه الخدمة داخل التعليم الخاص وبالتالي أنه هي نفقات دي الأسر اللي هي تتعاضم وفي نص الوقت أنه نعتبر أن التعليم العمومي يكلف دولة واحد النفقات محددة يعني كينة اللي يقدرها بعد تقارير 9000 درهم للطفل سنويا وهذا التدبير للهد النفقات تتم من خلال دافعي الضرائب جيوب دافعي الضرائب لضمنهم هم والأباء اللي كانوا في التعليم الأولادون في التعليم الخصوصي وبالتالي نلجأ إلى التعليم الخصوصي نظراً يعني مقراهين في مجموعة دي الأشياء ونؤكد هنا على مطلبنا كاتحاد يا الأباء أنها تكون من عنظمة تعليمية موحدة بين أبناء الوطن الوحيد وهذا هو المطلب دينا زمار الرئيسي ودو بعد استراتيجي ولكن أننا نساهم في هذه النفقات العمومية ونزيد ونساهمه في النفقات الخاصة وتقتطع من كأنها أرباح ما ضنيتش أن الأباء تحقوه يعني أرباح أمام هذه النفقات اللي ولدتها إلزامية باش أنهم يقرروا أولادهم في التعليم الخاص على الأقل استرجاع قيمة هذه المبلغ من ضربة على الأرباح اللي ممكن نسميته باش أنه على الأقل يكون إنصاف لأنه ممكنش سامنة وهي حق دستوري يعني تلك التعليم يعني التعليم تعليم دينا وتنضروس دي الأبناء هو حق اسميته دستوري وواجب على الدولة ونساهم فيه وفي نفس الوقت أنا نأخذ أولادنا ومشيوا القطاع الخاص وننزيد ونساهمه بالتالي أنه ما كناش واحد العلاقة ديال التوازن قبل تنزيل هذه الأشياء هذه الأرض الواقع لابد من فعيل وشارك أساسي في المنظومة التربوية هي جمعيات ديال ديال الأباء أكيد أن كينا واحد المجموع ديال المجهودات من أجل التقنين ومن أجل أن حتى عقلنا ديال التدخل ديال الأباء داخل هذه المؤسسات كذلك لأنها تكون يعني تمتيلية مشروعة وشرعية وتمتيلية ذات قيمة وذات جدوى وكينا واحد المجموع ديال المذكرات نزلت في هذا الاتجاه لما ممكن إلا أننا نصفق لها ونحيي والمبادرات لتدام ولكنها تتبقى حبر على ورق أمام غياب الضوء الرئيسي ديال المتابعة والمواكبة ويعني فرض هات غيرات أنه على المؤسسات باش أنها تنضبط لها ففي التعليم الخاص أن هناك غياب كبير تمتيلية ديال الأباء وديال الجمعيات وكينا محاربة ديال الجمعيات ديال الأباء وأولياء التلاميذ كأننا نعود لأيام الجمر والرصاص بالمقارنة مع العمل النقابي في المرحلة دياله الجنينية حيث أنه القتال كان يعني طرد ديال المسؤولين النقابيين من العمل محاربة العمل النقابي محاربة حق تأسيس الجسمية يعني نقابات الآن بالمقابل نرى أن هناك محاربة حق تأسيس الجمعيات هناك طرد تلاميذ بحكم أن الأباء ديالهم مختاروا يقسوا جمعيات ديال الأباء هناك انتهاكات تتهم حق ديال التعليم ومجموع ديال التحرشات تتهم الأباء وأبنائهم لقروا أنهم نديروا جمعيات ديال ديال الأباء فكأننا نحن أمام واحد شباح ليشكل خطران على هذه المستمرين يعني هذاك وبدون هذه المؤسسات ديال الجمعية ديال الأباء أظن أنهم يمكنش تكون علاقة توازنية يعني توازنية في هذا الاتجاه هذا على اعتبار أنه الخصوصية عن جمعيات الأباء داخل القطع الخاص هي توازح تجمعيات ديال حماية حقوق المستهدئك ليس كذلك لارتقاء بالمنظومة التربوية ولكن كذلك بالدفاع على المصالح المادية والمعنوية ديال الأباء وأبنائهم اللي تتمندرسوا بن السيامة أن خدمة هي مؤدة عنها موسيقى موسيقى